ومعلوم أنه بسبب الانتخابات المقبلة يقوم رجب طيب أردغان باستعدادات جدة وستكون مفاجأة تضمن له الفوز يبدو أن الرئيس رجب طيب أردغان الذي عزز سلطته بالفوز بنسبة 52% من الناخبين بوعود بتقديم كعكة وشاي مجانية في الانتخابات الأخيرة أكثر ثقة في هذه الانتخابات وبحسب المعلومات التي تلقيناها من مصادرنا في القصر فإن رجب طيب أردغان يريد إرسال زوجته أمينة هانم ونجله بلال بك إلى القمر قبل أسابيع قليلة من الانتخابات كما استمرت المساعي في إقناع زوجته وابنه الذين كان يصرخان أنهما لا يريدان الذهاب إلى القمر أخبرنا ستي أحد المستشارين الرئيسيين للرئيس رجب طيب أردغان وأبو المشروع أن هذه الخطوة مهمة ومستمرة إذا نجحت الرحلة القمرية ستصبح عائلة أردغان أبطالاً وستتفجر أصواتنا إذا لن تنجح الرحلة القمرية فسيكونون شهداء وستكتب أسمائهم بأحرف من ذهب في التاريخ وبالطبع سيفوز رئيسنا رجب طيب أردغان في الانتخابات الأولى كبحية قد يكون لفشل الرحلة القمرية المزيد من الفوائد على سبيل المثال يمكننا اعتقال أي شخص نريده بتهمة تخريب صاروخ وبالتالي تدمير حياتهم سوف يدعمنا الناس دائماً انتهى كبير المستشارين وضحك بسعادة عندما سألناه عن نقدار الأموال المخصصة لرحلة على القمر أجاب إنه أمر خطير إنه ليس شيئاً يتم القيام به للغش مثل وكالة الفضاء التركية لقد التقينا بإيل الناسك وأشخاص من هذا القبيل إذا دفعنا عشرين ملياراً الدولارات مقدماً لهذه الوظيفة هناك احتمالات السيدة أمينة والسيد بلال في القيام بأي نوع من الهبوط على القمر سواء كان قاسياً أو ناعماً ألف وخمسمائة بالمائة رئيسنا ورئيسنا لهم مصدر لحياة الوحيد رجب طيب أردغان سيكون خلف الأبواب لمغلقاي معالم مولين وعندما ذكر كبيراً لمستشارين أن أمينة اردغان حسب للوائح غير من أثبت للوجود في لفضاء قال إن هذا لما الشكلتي مكن حلها منا خلال تغيير للوائح ولا أحد يهتم باللوائح طالما أمرها رجب طيب اردغان حتى لو لم تتغير اللوائح وعندما سألنا كبير المستشارين عن تفاصيل ردود فعل أمين وبلال أردغان قال أولاً أثارت أمينة أردغان الغضب جلس بلال على كرسي بذراعين وحدق في نفس المكان لكن بتدخل رجب طيب أردغان أصبحوا أكثر صحة عندما سألنا كبير المستشارين ستي كيف تدخل الرئيس مع زوجته وابنه استأنف المحادثة قال إنهم إذا خسروا الانتخابات فسيكونون في وضع أسوأ من الموت لكن إذا فعلوا ما أردوا فسيتم إنقاذ الأسرة وفي أسوأ الظروف سيموتون شهداء خلال رحلة رائعة مثل رحلة القمر أعتقد أن الشيء الذي أقنعهم هو الوضع الرهيب الذي قد يمرون به بعد خسارة الانتخابات وليس الاستشهاد يمكن لرجب طيب أردغان أن يرسل شخصاً آخر يمكنه أن يرسل ولكن حياتنا في القصر مختلفة تماماً كل فرد في القصر يكره بعضنا البعض البعض الآباء أعداء حتى مع أطفالهم في هذا القصر الجميع هم أعداء الجميع الجميع ينتظر فرصة لإضاعة وتدمير أي شخص آخر من أجل مصلحتهم تنهد المستشار الكبير وسكت ترجمة نانسي قنقر